أستاذ محمد بن ساسي عندي سؤال من مستمعك يقول لي بأنه ليش مكتكلموش على التعويضات العائلية ما كتبرمجوها شونتو ما كتكلمو تعويضات العائلية؟ أنا سؤلته قلت له شنو كتعني بالتعويضات العائلية قلي مثلا أنا عندي ثلاثة ديالوليدات كان قبط عليهم 12 الفريال هذه التعويضات ليست كل شيء عنده واحد زوج الناس الذين يكون عندهم يقول هنا أستاذ راني عندي ثلاثة وسبعمائة درهم وعندي واحدة أربعمائة درهم ديال واحدة ما كتدير بها تكن دخلا في المصروف أو يقول لك لها كونت محده لا وإنما كان نظن أننا يعني تكلمنا على هذا الموضوع مرارا أستاذ محمد بن ساسي وقلنا وكتنصح الناس كتقول له مثلا ديك ميتين درهم أو ربعمائة درهم ديرها الدخار الوليدات على اعتبار أنهم ديالوليدات أفضل هاي كان قولوه من أحسن الأسرة ما تقيس عاش ولما كتقيسها كان عارفوا بأن نرى هذا الدخل اللي ما تغطيش المصارح فكيدخلوا فيها بمتطرين نعم هنا كان طرون ندخلوا في الخطة الخطة باء كنسميها كيفاش نحسنوا الدخل ديالنا نحن دايما موصلين معكم مباشرة على أصوات غادي مشو الفاصل مبادو غادي ناخدو اتصالاتكم دايما على رقمنا سفر خمسة تنين وعشرين سبعة وسبعين أربعة وعشرين ربعة وعشرين ما تنسوش أنه كل نهاية يوم خميس يعني نهاية الأسبوع على اعتبر أن البرنامج كيكون نهار من تلين حتى الخميس فاحنا كنقدم قسيمة شراء القيمة ديالها ألف درهم لكل شخص تواصل معنا في المباشر